بعض يخشى أن ثقافة الإفلات من العقاب في سوريا قد أصبحت متجدرة إلى درجة أنه بالكاد ما يمر أسبوع دون أن تقرأ منظمات حقوقية ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية والتي تحدث بانتظام في كافة أرجاء سوريا فهل ينتظر مجلس الأمن المزيد من هجمات الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب إذن وحتى ما تتفاقم حالات الإفلات من العقاب هذه جرائم تصدم الضمير الإنساني تقترف يوميا في سوريا ومرة أخرى ينتقد ناشطون ما يصفونه بإظهار المجموعة الدولية ومحافلها الأممية عجزا عن التأثير فيما يجري من مجازر بالجملة فكيف هي الأصداء في الكونغرس الأمريكي؟ إنها اللحظة الحاسمة في رئاسته لأنه تحدى الأسد سابقا وحذره من استخدام الأسلحة الكيميائية قمنا بهجوم صاروخي واحد الأسد قرر فعلته يرون أن عزمنا انكسر يرون أن تصميمنا على البقاء في سوريا يضعف ولا غرابة في أن يستعمل الأسلحة الكيميائية لكن يمكن للرئيس ترامب إعادة ترتيب الأمور بالنسبة لي يمكن تدمير قوات الأسد الجوية وإنشاء مناطق آمنة في سوريا يعود إليها الشعب من المناطق المحيطة للعيش حياة أفضل إضافة إلى تدريب السوريين لمجابهة الأسد حتى يمكننا التفاوض في جيناف من موقع قوة إذن جرائم من كل الأنواع تقترف في سوريا لتعرف على الموقف الأمريكي تنظم إلينا هنا في استوديو اليوم في دبي سيدة إريكا تشوسانو نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للإعلام العربي أهلا بك معنا سيدة تشوسانو أهلا بداية نظام السوري قصف شعبه نحو ثمانية مرات مؤخرا بأسلحة محرمة دولية وفي أقل من عامين فقط وأخيرها بالطبع كارثة دوما برأيكم متى وكيف يمكن أن يتوقف هذا القمع غير المسبوق في طبيعته ووتيراته أيضا نعم شكرا جزيلا في البداية نحن ندين بأشهد الإبعارات الفضائية المتواصلة من نظام الأسد نعرف أن نظام الأسد لديه تاريخ من استخدام السلاح الكيماوي وهو يقوم بقصف على الأبرياء في سوريا وحصار على المدن لمنع وصول المساعدة الإنسانية والولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسينا لوقف الأنف ووقف هذه الحجمات المستمرة على سبيل المثال كان الرئيس ترامب يتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون أمس عن الأهمية لتبادل المعلومات وأيضا لشكل رد مشترك ورد قوي لهذه الحجمات الأخيرة وأيضا الصفيرة الأمريكية نيكي هيلي دعت مع العديد من الدول الأخرى في مجلس الأمن لجلسة اليوم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لنقاش الخطوات والإجراءات والخطة إلى الأمام لتصدي هذه الفضائية طيب ولكن النظام السوري الذي مسح مدنا بأكملها من أرض سوريا يبدو وكأنه لا يبالي بأي عواقب مستندا على الدعم ربما كذلك الحليف الروسي الذي لا يتزحزح ألا يقلل هذا المشهد ربما من مصداقية المجتمع الدولي لا شك بأن مواجهة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان من النظام السوري يحتاج إلى مزيد من التحرك من المجتمع الدولي ونحن نعرف أن روسيا تتحمل المسؤولية لكثير من الفضائية في سوريا وأيضا استخدام الأسد السلاح الكيماوي لأن روسيا تواصل حماية النظام السوري من مهاسبة من المجتمع الدولي فموقف الولايات المتحدة تجاه إدانة الموقف الروسي في سوريا واضح جدا ونحن ليس فقط الكلام ندعو روسيا لوقف حمايتها لنظام الأسد وأيضا قبل عدة أيام فرضت وزارة الخزان الأمريكية أقوبات جديدة على عدة كيانات وشركات ومسؤولين رفية المستوى في الحكومة الروسية بسبب دعمهم لنظام الأسد وتغذية الحرب الأهلية في سوريا من خلال توفير الأسلحة لنظام الأسد فنحن سنواصل دعواتنا لروسيا لتلتزم بالتزاماتها الدولية وتحترم المعايير الدولية وسنرى في مجلس الأمن اليوم وبخصوص حشد الدعم الدولي ما هي الخطوات التي تقوم بها واشنطن بالفعل اليوم لحشد الدعم الدولي لوقف هذه المحنة نعم أنا أشرت في بداية النشرة إلى بعض الخطوات نتخذها الآن ولكن أيضا هناك مسؤوليين رفية المستوى في واشنطن يتحدثون عن عدة خيارات الممكنة نتخذها في المستقبل والرئيس ترامب ومسؤوليين أمريكيين يواصلون الاتصالات مع هلفائنا وشركائنا في إيروبا في المنطقة لحشد المجتمع الدولي ليراد على هذه الفضائية وأيضا نواصل دعمنا لمبادرة فرنسية لمناء الإفلات المحاسبة نحن انضمنا إلى مبادرة مع 25 دولة في العالم لتبادل المعلومات عن هذه الحجمات الكيميائية وأيضا زيادة أدوات إنفاذ القانون للمزيد من المحاسبة لمرتكبي ومستخدمي هذه الأسلحة الكيميائية فنحن سنستقدم الأدوات الممكنة الدبلوماسية أما داخل الأمم المتحدة في مجلس الأمن بتعاون مع شركائنا وأيضا من خلال الأدوات الأمريكية طيب ماذا عن المساعدات الإنسانية الملحة التي ربما قدمت للمحاصرين والتي كذلك تصل إليهم في داخل سوريا وفي مخيمات الشتات نعم الولايات المتحدة وأيضا الشعب الأمريكي تقدم المليارات من الدولار للأمم المتحدة وأيضا منظمات خيرية ومنظمات غير حكومية لتوفير الإمدادات الإنسانية مثل المياه والأكل والخدمات الصحية والخدمات الأساسية للشعب السوري ولكن نعرف أن نظام السوري يفرض حصار على عدة مدن لمنع وصول هذه المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي فنحن نواصل دعوتنا لنظام السوري وهلفاء الأسد مثل روسيا وإيران لإتاحة وصول المساعدة الإنسانية للشعب السوري وأيضا المستجبين الأوائل لتقديم المساعدة الطبية للشعب السوري الذين يحتاجون إليه فورا نحن نشكرك جزيلا شكر السيدة إريكا تسانو نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للإعلام العربي شكرا جزيلا لك شكرا